تصعيدٌ إماراتيٌ جديد في أرخبيل سقطرة والهدف منه كما جرت العادة تعزيز النفوذ ومصادرة الهوية والسيادة عبر أدواتٍ محلية شرعت أبوظبي هذه المرة بتجنيد وتدريب قواتٍ جديدة في إطار مساعيها الرامية لاستكمال سيطرتها على الجزيرة مصادر خاصةٌ كشفت للمهرية عن استعداداتٍ تقوم بها الإمارات لنقل دفعةٍ جديدةٍ من المجندين إلى أبوظبي مؤكدةً قيام مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً بتسجيل خمسمائة عنصر كمجندين جدد عبر مدير الأمن السابق أحمد عيسى محمد ووكلاء المحافظة المنقلبين على السلطة المحلية المصادر ذاتها أكدت وصول مجندين تابعين للإمارات إلى محافظة أرخبيل سقطرة على متن طائرة العربية التابعة لها العبث الإماراتي في الجزيرة طال النساء أيضاً من خلال تجنيد مئات الفتيات وإرسالهن للتدريب فضلاً عن إرسال العديد من الشباب إلى أبوظبي وتوطينهم مع عائلاتهم بهدف كسب ولائهم للإمارات وولاء أقاربهم في سقطرة خطواتٌ إماراتية يرى مراقبون أنها تأتي في إطار استكمال سحب البساط من تحت الحكومة ومحوي كل ما يربط سقطرة بهويتها اليمنية في ظل ضعف حكومي بلغ ذروته بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهو ما جعل سقطرة محل أطماع لا يبدو أنها ستقتصر على الإمارات فحسب بعد الحديث مؤخراً عن وجود إسرائيلي في الجزيرة ترجمة نانسي قنقر